بس فيه حاجة عايز اقول عليها اخيرة اه قبل ما سيب او قبل ما اقفل في الفيديو دول. السلام عليكم. النهضة جمعة لسه خارج من الصالة حالا فقلت ايه فرصة بقى كده رايح دول خارج من الصالة دماغه رايقة. اه هتكلم معاكم خمسة كده قبل ما ايه من روح البيت. النهاردة ان شاء الله انا هتكلم اه او الموضوع التاله نهاردة هيهم اكتر الناس اللي هم اه عايشين في كندا هنا او بيدور على الشغل في كندا. كان في كزا حد تلاف ان انا اعمل حلقة او اتكلم عن ازاي تلاقي شغل في كندا. او الطريقة اللي بتكتب بها عشان تلاقي شغل. فبصوا هلدى على طول مع بعض مش تايع وقت. اه هنا في كندا عشان لو انت جاي جديد او حتى قديم او بتدهر شغل في كندا. اه عشان تلاقي شغل. اه معظم الناس اللي هي بت بتقدم على وظائف وبتعمل وكلام من ده. بيبقى عندها مشكلة لاحظتها يعني معظم الناس. لما بيجي اكتب الاول بس انت وفاهمين الدنيا فيها ايه? لو بيجي تقدم على شغل الرزمي بتاعتك هي عبارة عن الحاجة اللي بيتمثلك. يعني الراجل اللي هو هيشوف اللي بنزق عن الشغل وتقدم. هو ما عرفكش ما عرفش مين محمد او مين فلان او علان. هو بيشوف رزمي مكتوبه قدامه. الرزمي دي بتقول له اه خدني اقراني. او بتقول له لا طنيش انا يعني فاهم لازم تكتب رزمي بتاعتك بنظام. طيب ايه هي اول غلطة الناس بتغلطها وهي بتعمل السي في او رزمي بتاعها عشان تقدم على شغل. هنفطل لك عايز تشغل مسلا محاسم. او تشتغل اي شغلانة. لازم تكتب رزمي بتاعتك تبقى كلها يعني متنسقة. بمعنى لازم تكتب تاريخك ان انت كنت تشغال محاسب في اماكن مشترق يعني مختلفة بوظيف مختلفة باقصد بنوعيات خبرة مختلفة. يعني ما ينفعش مسلا اكتب ان انا كنت شغل في مطعم وبعدين ايه عايز تشغل محاسب. وهنا ما محدش هيشغلك. او محدش اصلا هيهتمل السي في بتاعكم وش هيبص فيها. طب انا لسه جايك انا ده جديد. عادي ما فيش مشاكل. اكتب انت كنت شغال محاسب في الشركة من بلد انت كنت جاي منها. اه محاسب في مصر محاسب في السعودية محاسب في القطر في الامارات في اي بلد انت كنت جاي منها. تمام? فاول حاجة ان انت الوظيفة اللي انت بتترجطها. السي في لازم تفصلها على مقاس الوظيفة اللي انت بتقدم عليها او الوظيفة انت عايز تشتغلها. متواجدش تجيب اي حاجة من اي حياتة وخلاص. لا. هو مش عايز يعرف تريح حياتك انت عملت ايه بالزبط في حياتك. خالص. مش مهتم. هو اللي يهمه ان يشوف واحد عنده السكيلز او المهارات اللي تنفعه في شغله. فالسكيلز او مهارات دي تتعرفها منين? بيقى موجودة طبعا في جوب ديسكريبشن. ارى الوصف بتاع الوظيفة او جوب ديسكريبشن كويس. تمام? واعمل حاجة يعني ايه متفصلة عليها. تمام? دي اول حاجة ان الناس بتقعد تكتب بقى ايه يعني بيبقى صادق او اكتر من اللي يزم في الرزم بتاعته. ويكتب انه هو جي كان ده الشغل في محل بقانا ولا شغل امن ولا لا مش هينفع مش هيكل معهم الكلام ده. انا بقول لكم عن خبرة. دي اول غلطة. تاني غلطة ان الناس اه بتحاول ان هي اه تقول لك انا قدمت على شغل. طب يا عم اه فلان قدمت على كم وظيفة انا قدمت على عشرين وظيفة يا راجل. وعشرين ده كتير? لا طبعا. هنا في كانت عندهم حاجة بتقوله او حاجة يعني مقولة بتقول ان البحس عن وظيفة هو عمل بدوام كامل. بمعنى ايه? ان انت لازم تستقطع وقت يعني كل يوم كده خمس ست ساعات كل يوم ده يدور فيهم على شغل. بتدور ازاي? بتقدم على الانترنت او بتشوف مسلا اه لو ينفع معرفش يعني كل يعني طبيعة الوظائف بتختلف من واحد للتاني. اه لو ينفع انت مثلا بتروح الاماكن دي بتحاول تشوف مسلا على لينك دين على مش عارف ايه تبني كواس جدا على المواقع بتاعت التوظيف زي لينك دين. وهنا فيه في كده حاجة اسمه انا اش خسام جيل انه ترمات كتير جدا. فالمهم دي تاني غلطة ان الناس فهم ان هو لم يقدم على عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين وظيفة يبه هو كده قدم. لا خالص. انت تقول ان قدمت على وظيف ومش لاقي حاجة لما تكون مسلا ما قدم على تلتمية وظيفة ومحدش كلمك. او محدش مسلا اه عمل معك سكرين كول او بعث لك تعمل انتروفيو. لكن اقلم ان تلتمية وظيفة انت كده عادي يعني. عادي جدا على فكر. يعني. مشكلة يعني. دي تاني غلطة. تالت غلطة او بش عايز اقول غلطة يعني دي تالت مشكلة او الناس مش فقدة بالها من الموضوع ده. وقت هنا في كندا يا جماعة انك تلاقي شغل بالنسبة لمهاجر مش حاجة سهلة ابدا. خالص. ومش عادي اقعد تحكي كتير في الحوار ده انا حكناها قبل كده خمسين مرة وناس كلها عرفاء قريدي. يعني مش محتاج ان احنا ايه نحكي تفاصيل في الحوار ده. آآ تالت موضوع بقى ايه هو? ان انت لازم تنتشر. تنتشر بقى على الفيسبوك انك بيضغر على الشغل. تنتشر على هنا في حاجة اسمها آآ انديد انك بيضغر على الشغل. تنتشر على صحابك ومعارفك وقريبك كل اي حد لازم ناس كلها تعرف ان انت بتدور على شغل. مش عيب عادي يعني ما ايه مشكلة يعني تمام? فلازم تعرف ناس كلها اللي حواليك ان انت بتدور على شغل. انت ما تعرفش هتجيلك من اين صح? ما محدش عارف الدنيا ربنا هيفتح لك الباب ان هي حتة. فتروب ايه مخبط على كل الايه? البواب المتاحة لك او الممكنة لك. آآ نقطة اخيرة بقى عايز ايه? اوضحها كده او نصيحة يعني من خلال خبرية تجربته شخصيانة في النقدار على شغل. آآ هنا في كندا الابواب او الوظائف المتاحة للمهاجرين اكتر حاجة وافضل حاجة لمرواح الكدوات على طول. اللي هي المجالات بتاعة التكنولوجيا. كنت قلت الكدام ده قبل كده في كزا فيديو والناس كلها بتقولوا. بس من باب التذكرة. المجال تاعة التكنولوجيا يا جماعة من المجالات المفتوحة كويس جدا للمهاجرين. ليه? لان الكندين ما بيحبوش يشغلوا في المجال ده. ولانه مجال او مكان يعني مجال عليه طلب عليه جدا. تمام? والكندين نفسهم مش بيحبوا او يشغلوا في المجال ده. فنصيحة لو انت جاي كندا جديد او ناوي تيجي كندا حاول تدرس شوية برمجة او شوية او حاجة ليه علاقة بالتكنولوجيا تبقى حياتك سهلة اخسر بكتير جدا من اي مجال تاني. وفي وظائف كتير طبعا واحد ممكن يشتغلها هنا. ولكن انا بقول لكم الحاجة اللي انت ايه كده على طول. تمام? ومهم يعني في اخر الفيديو ما تنسوناش من دعاك وان شاء الله ربنا يوفانا جميعا يا رب في حياتنا كلها. وتنسوش بقى لو انت وصلت معا لغاية المرحلة دي في الفيديو وتنساش شرايك الفيديو. ولو مش مشارك معي في القناة اتفضل الشرك. بس في حاجة عايز اقول عليها اخيرة اه قبل ما سيب او قبل نقفل في الفيديو دوت. ما عليش الناس او هتسمعني استحملني شوية. انا في الاوان الاخيرة بيت لقي الناس كتبة تعريقات اللي هو بيسألني تفاصيل دقيقة جدا في موضوع الهجرة. فحاست ان في ناس كتير جدا اه يعني شايفة ان انا عندي معلومات فضيعة في الهجرة او ان انا اقدر اساعد ناس اجيبهم كندا. لا خالص انا كل الفيديو تعملتها دي عبارة ولا حاجة. بقى افتح موقع وقر لكم امه اي حد اعمل شغانا دي. اه انا اه طبعا عندي خبرة وعملت الحاجات دي وقريت كتير في المجال ده. ولكن في النهاية انا مش الشخص المؤهل ان انا اقدم نصايح متخصصة في حالات متخصصة في الهجرة. فهمين قصدي? يعني مسلا انا افتح لك صفح انت وقول لك واحد انا تلاتة. ما ده كلام عادي جدا لو اي حد يعمله. مش محتاج محمد ولا احمد ولا اي حد. اي حد يعمله. ولكن في ناس بتسأل اسئلة او حالات شخصية جدا انا ما اقدرش. وعشان اجيب اجابة هحتاج ان اخش شقرة كتير جدا. وانا ما عنديش وقت للكران ده وان يعني ازاعدوش مني انا ايه دي خالي اعمل كده. انا بعمل فيديوهات بس ان اجلس اعد ناس بي اللي انا عارفه. لكن مش هدخل ادور وضيع ان هنا الوقت يعني بصواحة محدود جدا. فيعني ارجو ان الناس تتفاهم الموقف دوت وتبقى واخدى بالها ان مش مش هاد الواحد يعني اي حد بعمل فيديوهات على اليوتيوب. مش هيقدر يفيدك او في الموضوع ده. يعني هتحتاج نسشارة من حد متخاص او تحتاج انت بقى شخصيا تخش تدور على الموضوع وتحطش فيه شوية مجهود وقت شوية. اه ده كان بس هناجدول النهاردة. اه تنسوش بقى اللايك من الفيديو واشوفكم ان شاء الله فيديو دي. بسلام عليكم. اشتركوا في القناة